مهم جدا انك تعرف معنى كلمة Regression Line وازاي بتوجده او ترسمه وده مش عشان بس ان Regression Line بيبين بوضوح Relationship او Correlation ما بين Two Variables لا ده عشان هو كمان من الاساسيات واللي بنقدر نطلع منها معلومات مهمة جدا لاي Statistical Analysis فنعرف في الفيديو ده ان شاء الله ازاي نوجد Regression Line من خلال اي سكترة بلوت موجود عندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا شاب في فيديو جديد مع الجهر AI اتكلمنا قبل كده في فيديوهات سابقة عن اهمية رسم الاسكترة بلوت الادات الموجود عندي تعالوا نفترض ان انا عندي اسكترة بلوت بيتبين العلاقة ما بين عدد الاشخاص اللي فازوا في جهزة نوبل في كل دولة في العالم وبين كمية استهلاك لتشوكلت في الدولة دي من الوضح عندي في الاسكترة بلوت ان انا عندي positive correlation بين الـ two variables اللي موجودين عندي وفي الاسكترة بلوت دي حددنا للشوكلت كونسومشن على الـ x-axis واعتبرناه هو الـ independent variable وعدد الاشخاص اللي فازت بجهزة نوبل حددناه على الـ y-axis واعتبرناها independent variable وبين الواضح عندي ان الـ correlation الموجود عندي هنا very high ولو حاولنا نحسب الـ persons R coefficient وده اللي احنا اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات هيطلع عندي هنا R بيساوي 93 من 100 والـ persons R هنا بيقولي ان انا عندي strong positive linear correlation ما بين الـ two variables ولو تلاحظ ان انا قلت linear correlation يعني اقدر عبر عن الـ correlation ده بـ straight line خط مستقيم ونقدر نرسم الـ straight line بالشكل اللي قدامي ده الخط ده بقى نقدر نقول عليه هو الـ regression line طب تعالوا بقى مع بعض النهاردة نعرف ازاي بنحدد او نختار الـ regression line ده هنفترض ان انت عندك الـ scatter plot موجودة عندي بالشكل اللي قدامي ده وبعد كده رسمت عليك كل الخطوط المستقيمة او الـ straight lines الممكنة اللي تقدر ترسمها على الـ scatter plot ده فرسمت مثلا الخط اللي قدامي ده والخط ده والخط ده والخط ده ورسمت كل الخطوط المستقيمة الممكنة اللي تقدر ترسمها على الـ scatter plot وبعد كده جيت لكل خط فيهم اسلل مسافة ما بين الخط المستقيم دا وكل كيس موجود عندي وفي الدراسة بتاعتنا هنا هي عباره عن الاعلام الموجودة دي يعني مثلا تعالوا نحدد خط بشكل عشوائي زي الخط اللي قدامي دا. هنروح بقى نحسب أو المسافة العمودية ما بين الخط المستقيم دا وكل كيس موجودة عندي هنشوف مثلا المسافة العمودية ما بين العالم بتاع اليابان والخط المستقيم وبعد كده العالم بتاع اسبانيا والخط المستقيم وهنا بنقيس المسافات العمودية ما بين الكيس والخط المستقيم وهنكرر بقى الكلام ده على كل الاعلام الموجودة عندي يبقى انا كده عرفت المسافة او ما بين كل كيس والخط المستقيم الموجود عندي كل موجودة ما بين الكيس والخط المستقيم بنسميها فهنلاقي عندنا في الرسمة وهي المسافات اللي موجودة ما بين الكيسز اللي موجودة فوق الخط المستقيم والخط المستقيم وعندنا نيجاتيف ريزيدوالز وهي البسافات ما بين الكيسز اللي موجودة اسفل الخط المستقيم والخط المستقيم يبقى احنا كده حاليا اسنا كل الريزيدوالز اللي موجودة عندي ومش هنعمل الكلام ده للخط المستقيم ده بس لا هنعمله الخط المستقيم ده كمان وده كمان والخط المستقيم ده كمان ولكل الخطوط المستقيمة اللي احنا قدرنا نرسمها على سكاتر بلوت ده طب هنختار اي خط فيهم وهنقول عليه هو الريجريشان لاين هنختار الخط المستقيم صحب اصغر مجموع مربعات يعني بعد ما نحسب الريزيدولز لكل خط هناخد المسافات دي ونربع القيم بتاعتهم وبعد كده هنجمع التربعات دي والخط صاحب اصغر قيمة هو ده اللي هنقول عليه هو الريجريشان لاين طيب هنسأل نفسنا سؤال هو احنا لازم نجيب الريزيدولز ونربعها وبعد كده نجمعها عشان نشوف اصغر رقم طب ناخد الريزيدولز ونجمعها على طول قالك هنا الكلام دا ماينفعش لان البوزيتف ريزيدولز والنيجاتف ريزيدولز بيلاشوا بعض يعني عندي هنا مجموع اطوال المسافات اللي هي البوزيتف ريزيدولز بيساوي مجموع اطوال المسافات اللي هي النيجاتف ريزيدولز فالتنين بيلاشوا بعض ومجموعهم بيساوي صفر عشان كده هنلجأ للتربعات عشان نقدر نتخلص من الاشارة السالب يبقى نرجع ونقول ان الخط المستقيم صاحب أصغر مجموع مربعات الريزيدولز هو أفضل خط موجود عندي أقدر أعبر بيه عن الداتا الموجودة في الاسكاتر بلوت وأقدر في الحالة دي أقول هو الريجريشن لاين عملية اختيار الريجريشن لاين ده بنسميها Ordinary Least Squares Regression والمسمى العملية دي جاي من الحاجات اللي إحنا لسه إعلانها إن أنا بختار أقل قيمة لمجموع مربعات الريزيدولز الموجودة عندي عمليا مستحيل تقدر ترسم كل الخطوط الممكنة على الاسكاتر بلوت الموجودة عندك ومش بس كده لأنت محتاج كمان تحسب الريزيدولز بالنسبة لكل خط موجودة عندك طبعا الكلام ده مستحيل لكن لحسن الحظ علماء الرياضة اخترعوا طرق سهلة وبسيطة عشان تقدر توجد بسهولة الريجريشن لاين ده مش هنشرح بقى دلوقتي الطرق دي هنسيب بس شرح الطرق دي لقدام شوية المهمة عندي دلوقتي تعرف إن اختيار الريجريشن لاين بيتم من خلال أصغر مجموع مربعات الريزيدولز الموجودة عندي وبكده يبقى احنا خلصنا فيديو النهارده ياريت متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتعمل شير لو استفدت منه ومتنساش طبعا السبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك معنا كل جديد واشوفكم على خير إن شاء الله فيديو جديد مع مبادئ علم الأحصى